أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الخميس 13 كانون الثاني يناير القمر موجود الآن هو في برج الثور في ساعة الصباح رح ينتقل أو ساعة الفجر تقريبا أو ساعة الصباح في توقيت الشرق الأوسط بانتقل القمر ونصير في الجوزاء الآن هو موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم والأعمال أو رام الأشياء مثل هيك طبعا هذا الأمر هو المهم وغير هذا الشيء من الأفضل عدم البدء بأي شيء أو عمل جديد القمر رح يظل موجود في منزلة الهقعة للساعة 11 و52 دقيقة ظهرا من ظهر يوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبل القمر بما إنه موجود في برج الثور ما معناته رح نكتسب شوي من صفات برج الثور زي الأيام الماضية يعني نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد ويجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا طبعا القمر زي ما حكينا لساعات الصباح في برج الثور بعدما ينتقل الجوزاء في زوايا بطيئة طبعا ما زالت مؤثر علينا وهي مثل الزاوية الأولى اللي هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية اليوم وبعدين بتنتهي نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وهاي طبعا زي ما حكينا لغاية اليوم بعدين هي راح تضل الزاوية موجودة يعني اللي بتفرج على الخرطة الفلكية بيشوفها موجودة ولكن زاوية منفصلة ضعيفة احنا بنسومها يعني في لها بعض الأحداث يعني نفس الأحداث هاي بظلها مستمرة يعني لمدة شهر كمان احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد فبرضو هاي لها علاقة بالاشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتن وهي مستمرة لغاية يوم 15 واحد بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالة التسمم الغدائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً انهم بيكذبوا علينا بعض الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية بدهم يحذروا من تناولهم للأدوية بطريق الخطأ أو بغير حساب هاي الزاوية بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وبتشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تأثيرها يعني بداياتها هي كانت من يوم أمس هي مستمرة ولكن برضو بضل منفصل هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنه شوي هيكي بتجعلنا عصبي المزاج أو عصبي المزاج ومنرتكب الأخطاء والتهور كما أنه وقتها غير صالح للشركات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة يعني بيكون ضعيف وبيدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا ما بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية واحتمال وقوع تفجيرات أو زلازل أو حوادث على الطرقات بشكل مفاجئ ومرعب كما أنه بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وبيتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقالات أما بالنسبة لآخر زاوية وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون ذروتها رح تكون طبعا كانت هي يوم 11 واحد ولكن هي مستمرة لغاية يوم 20 واحد هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وتزيد شوي من قوة الحدث عنها أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا في زاوية إحنا ذكرناها يوم أمس رح نذكرها برضو اليوم لأن هاي الزاوية بتيجي قبل خلق المسار وتأثيراتها لغاية ساعات الصباح تقريبا فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها ساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة مساءا من مساء الليلة هاي الأربعاء على الخميس بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار من الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش لغاية ساعات الصباح يعني للساعة ثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بكون القمر خلاص استقر في برج الجوزاء وبيبلش يأثر علينا صفات برج الجوزاء ففي هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كل كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال هي زاوية وحيد اليوم زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 9 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ومستمرة لغاية ساعات المساء تأثيراتها يعني من ساعات الفجر لساعات المساء تأثيرات هذه الزاوية يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الفجر العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الصباح بصير التركيز على الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والريئتين والوصلات العصبية خصوصا اللي إلها علاقة بمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الأعضاء اللي أكثر حساسية اليوم اللي لازم إحنا نوفر لها عنايه إضافية وإذا شعرنا بأي شيء له علاقة بهذه الأمور لازم نراجع طبيب لأجلها طبعا بالنسبة لليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية وهو غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فما في أي مشاكل اليوم لأنه اليوم قلوه المسار في ساعات الفجر إلا في الدول الأجنبية اللي بيكون عندهم الوقت نهار هم بدهم ينتبهوا في فترة قلوه المسار إنه شوي بتكون الحساسية الزيادة لهذا اللقاح فممكن يكون في بعض الأعراض الجانبية عشان هيك التزموا بينكوا تأخذوا باندول أو براستيمول عيار خمسمية حبدين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام إذا صار فيه تهيج في مكان الإبرة يعني من المفروض أنه هو بدها نوع من أنواع أدوية التحسس أو أدوية الأنتبيوتك المضاد الحيوي اللي بينحط على نفس المكان اللي أخذت في اللقاح ولكن الأنتيستامين لازم طبيبك واللي يكتب لك بالنسبة لخلوه المسار القادم بما أنه القمر رح يكون في الجوزاء خلوه المسار القادم رح يكون يوم السبت يوم 15-1 بيبدأ في تمام الساعة 2 و 21 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 4 و 10 دقائق مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن المحدب يعني بلش يميل للإكتمال ولكنه ما زال محدب 11 يوم في تمام الساعة 10 و 44 دقيقة صباحا بيصير 12 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس بالجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 70% القمر في الثورة بده ينتقل للجوزاء ورح يمكث فيه لغاية يوم 15-1 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% في ساعات العصر تقريبا أو ما بعد الظهر بيصير سعيد بنسبة 45% لآخر النهار أما بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم 14-1 بعدين بيبدأ عملية التراجع ببلش التأثيرات التراجع تصير الآن فهو منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 30% المريخ في القوس حتى يوم 24-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% وره نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت الأجواء بتحمل معاها فرصة مالية بتكون مفاجئة أو من عمل إضافي وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن تعالجوا استحقاق مالي ولكن الفترة هاي بتحمل زيادة في المصاريف وصرف الأموال دون حسب من ساعات الصباح طبعاً الأجواء رح تتغير لإيجابية أكثر فاليوم بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وهو يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جارة فعشان هيك بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفهم الآخرين وابقى هادئ وحاول أنك ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة ومن سوء التفاهم برج الثور طبعا القمر ما زال من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح موجود عندكم فبتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم المشاط فبادروا لأخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي أما في ساعات الفجر للصباح تقريبا بيصبح يوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم وبتنشطوه في الاتصالات وزيارات وبتهتموه للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع وممكن أنك تعالج مسائل إدارية وتمويلية تتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع أو المؤسسات المعنية برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود عندكم في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فلحد الآن بتظلوا تشعروا بنوع من أنواع التعب حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط بادروا لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي القمر راح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدل الجو على بذل جهود من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعماً إلك حاول أنك تأخذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم لغاية ساعات الصباح ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو طلباته أو يكون في عندكم نوع من أنواع التواصل والاتصالات أو اللقاءات اللي بتكون مع الأصدقاء أو المعارف ولكن من ساعات الفجر بيتطلب منكم هذا اليوم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل خصوصاً الأعمال المتراكمة دون إهمال صحتكم حاول أنك برضو ما تراهن على الحظ اليوم لأن القمر بمأنه في بيت المتاعب فرح يعطل عليك كثير مساءل ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان أهمش أنك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار شوي بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وخصوصاً من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت الفرص مناسبة للأشخاص اللي في الدول الأجنبية اللي بدهم يبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع رؤساهم أو مع المسؤولين عنهم أو يرغبوا في إدخال تعديل عليه ولكن بدون اتخاذ قرارات جديدة ممكن اليوم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات وحاول أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد تعتبر هاي الفترة فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة لبتطلاقها مع طموحاتك برج العذرة من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن يصلكم خبر من بعيد من خارج البلاد أو تنجحوا بأمور العلاقة بالسفر والاتصالات الخارجية أو تعامل مع الأجانب وتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم ولكن من ساعة الفجر فجر هذا اليوم بيصبح مناسب هذا اليوم للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فالفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني لا ترتبق في المواقف الحساسة الجو العام شوي بيكون في نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن بدكوا تنتبهوا لصحتكم أو صحت قريب لإلكم لأنه ممكن تكون بحاجة للرعاية من ساعات الفجر بيصلكم خبر من بعيد من خارج البلاد ممكن من أشخاص مسافرين أو من أجانب وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع اليوم المعنويات بشكل واضح وكبير وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير برضو وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلال هالحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص أو الجهات معاك وبتحمل نوع من أنواع السفر المحتمل لبعض الأشخاص برج العقرب يوم مناسب للأشخاص اللي عندهم نوع من أنواع التعامل مع طرف ثاني مثل شركاء أو شركاء العاطفي مع الأزواج ممكن تعزيز العلاقة أو يتعاونوا مع بعض أو يصلوا لاتفاق من الآن لغاية ساعات الصباح وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن من ساعات الفجر بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك براحة شيخوختك اليوم أو تحاول أنك تتدخر شيء أو يعني تتجه بالاتجاه هذا أكثر حاول أنك تقدم بعض التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات ممكن سببت لك إزعاج وعداوات بالفترة الماضية برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نضموا جدول غذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة لأن الأجواء ما زالت ضاغطة لأن القمر بمراحل المقابلة طبعا القمر في البيت السادس في ساعات الصباح أو في ساعات الفجر رح ينتقل ويصير في بيتك السابع اللي هو مقابلك تماما فعشان هيك بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حذروا من الإنفعلات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو العام متوتر وممكن تظهر لك هاي الفترة بعض المشاكل الطارئة بدك تكون صبور وما تتدمر لأن هالفترة هاي خالية من الحضود برج الجديد ابترغبوا في التقرب من أحباكم وبرضو الأجواء ما زالت جيدة وممكن تعززوا العلاقة معهم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك منهون الآن لغاية ساعات الصباح برضو بوسعكم ممارسة نشاط فني أو يعني التقرب أكثر من الأحباء من ساعات الفجر رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه ولكن بتكون نظموا جدوى الغذاءكم تأخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وعلى طاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي بشكل جيد لأنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق إما على الصحة أو القلق المهني برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لأنه القمر مازال في البيت الرابع فبرح تهتمه بأمور البيت والعائلة أكثر من ساعات الفجر بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات ممكن ترغبوا اليوم في استكشاف مناطق جديدة أو تمويل بتعلق بالأمور المالية أو بميل بعضكم لا أمور إلا علاقة بالسفر أو المشاركة في رحلات عمل الأجواء رومانسية وفيها نجاح ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في أمور إلاها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وعندكم نشاط عالي جدا من الآن لغاية ساعات الفجر فهذا وقت مناسب للأشخاص اللي عندهم نهار مثلا أو حابين يخرجوا في نزهة في ساعات الليل فاليوم مناسب لهذه الأمور ولكن بتكونوا تحذروا أثناء تنقلاتكم بالسيارة أو أثناء حركتكم من ساعات الفجر الأجواء رح تتغير لأنه الاهتمام رح يصير إلو علاقة في البيت فعشان هيك بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح أو لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته وقدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها خلال هذا النهار هيك من كون امتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر